واتسك تنصح بقى يا بونا يعني في وسط مشغوليات العالم إزاي الإنسان يحتفظ بانتباهه لخلاص نفسه في كل يوم شوف من بركات ربنا علينا إن احنا حاسين إن الوقت دايق لو حاسيت إن أنا عندي وقت بالقومة هايش الفساد دا من عطايا ربنا إن الواحد يقول ألحق أصلي مثلا بالليل نحسن إيه يعني عايز أتكلم مع ربنا ومش بروتين لكن هو باتكلم معاه ودعا ولاطف معاه وقوله أنا نفسي أشوفك وأشوف الملائكة بتاتك الشربيم والسرافيم والطغمات السمائية وحاسس إن باتكلم مع بابايا مش باتكلم مع مدير شركة ولا قاضي ولا واحد حيحكم علي صحيح هو الديان لكن في فرق بين الدينونة تبع من فم بابايا وبين الدينونة بالفكر البشري مرة بسأل واحد برا مش في مصر بقوله إزاي تعرفت على ربنا قال لي في يوم الأيام كنت قاعد مع شاب وعادين بتتكلم مع بعض وجبنا سيرة الصلاة فقال بالإنجليزي Our Father who art in heaven إلى آخره فقال له بتكلم مين قال له بتكلم ربنا قال له ربنا يبقى يور فادر قال له آه قال له عجيب أول ده أنا بخاف من ربنا الجبار العظيم بقى يبقى باباك قال له وأنا سعيد إنه يبقى باباي إحنا أحبائي مش قادرين نفهم كلمة سهلة كلهم حرفين ولا واحد قادر يوصلها إيه هي؟ لو جيت سألته واحد كده قلت له قللي إيه يعني حب؟ إيه يعني حب؟ تقدر تشرح لي؟ ما بقى بحاخده بحضني؟ تقول له ما خدتوش بحضنك واخدتو بقلبك يجرأ إيه؟ يعني حب عشان قريبة طب ولو مش قريبك وصديقك ومشغول بيك ليل ونهار القديس شوحنا الحبيب قال الله إيه حب أو محبة لأن مفيش حد يقدر يعمل إيه تحليل لكلمة حب لا تقول لي بأكل معاه ولا بشرب معاه ولا بأحترمه ولا بش عارف بأكتشف قراءه لا كلمة حب دي أكبر من كده بكتير الله حب الله حب وما فيش حدود لهذا الحب فنفسنا نعيش مع ربنا اللي هو الحب اللي لما حنشوفه فوق نقول له كده حقيقي أنا فهمت الكلمة اللي إنت قلتها للتلاميذ بعد القيامة أنا زاهب لإيه لأعد لكم مكاناً ومتى أعددت لكم مكاناً أأخذتي وأخذكم إلي أحبائي هلاقتنا بربنا فوق فوق الوصف مش ممكن نحصرها في كلمات ولا ألفاظ ولا تصورات بشرية ولا فكر عقلي أبداً فربنا يدينا إن أحنا يتسع قلبنا ونحس إن ربنا ساكن في قلبي طب حدوده إيه؟ مفيش حدود مفيش حدود لأن الله محب البشر يحب كل البشرية حتى الأشرار هو بيكره الشر لكن بيحب الشرير عشان يرجع ويتمتع بالمجد الأبدي عشان كده الإنسان اللي بيلتسق بربنا يحب كل بني البشر فربنا يدينا إن أحنا نلتسق بربنا ونحب كل بني البشر